اشتركوا في القناة سان ديسك ايكسباند خاص للمنتجات ابل كيفية استخدامه شون انقل معلوماتي شون اسوي باكب شون قصور الفيديو فتعالوا خلنشوف الفيديو هاو ما بعد اعزائينا المشاهدين موضوع اليوم سان ديسك ايكسباند فلاش درايف الجهاز عندي 16 جيجا بايت في من 32 او 64 او 128 جيجا بايت تعالوا خلنشوف الفيديو هاد الجهاز يعني حقيقة حيل خفيف الجهاز بات نفس الوقت باري اكسايتمنت يعني الجهاز حيل حيلة والنس عندنا فزيكالي عندنا ال اي دي هني ليت راح نتكلم الاحين بعد شوي وعندنا يو اس بي بورت لانقل معلوماتي عقب ما حوله معلوم على سان ديسك ومن سان ديسك ايكسباند الى الكمبيوتر سواء كان في سي او ماك اه في ميزة حلوة انه ممكن احط سيكيروتي بحيث اذا نقلت المعلومات من تلفوني ايفون او الايباد الى سان ديسك ايكسباند فبامكاني احط سيكيروتي انه باسورد كل ما احط الجهاز هذا في الكمبيوتر راح يطلب مني فاسورد فهذا شي يعني طيب لكي يصير مور سكيور وعندنا اه اللايتنينج بورت للايفون او الايباد فتعالوا خلنشوف الابليكيشن ان هاو تورك شون نسوي عملية نقل المعلومات نخلي الجهاز على كتر الحين ناخد جهازنا الايفون سيكس ومنازل انا الابليكيشن اه سان ديسك ايكسباند سينك من اب سور فاندش على الابليكيشن ونوصل الجهاز الجهاز ونسوي الابلاج ووصل للجهاز بشكل هذا هذه فولدرات كلها في في الجهاز مثل ما قلت لكم انا قبل شوي انه في المؤشر اللي هو على ايكسباند اذا كان بلينكين شب يطفي معناتها تصير عملية ترانسفر اذا كانت لون اخضر معناتها شارج لون احمر لو باتري ولون الاصفر يعني شارجين وشارجين يتم عن طريق الكمبيوتر عن طريق يوس بي بورت طيب هذي مجرد كويك ستارت اوب هني عمليت التركيب او شون وصل الايكسباند الى الايفون او الايباد طيب نرجع على المينيو الرئيسي خل نشوف شونه عندنا هني عندنا كامرا سينك يعني سيتنجز وعندنا ماي داونلود عندنا ترانسفر كونتاكت وهلب واخر شيء اه باتري لايف اش كثير ريمينينج وسبيس على الايفون او السبيس على المسافة في الاكسباند طيب خلو نشوف كامرا سينك كامرا سينك عندنا عندنا دليت فروم ايفون افتر سينك يعني معناته اذا كل ما اوصل الجهاز اذا خلت اه تشغيل او شقلت الميزة هذه معناته كل ما اوصل الجهاز راح سوي عملية نقل تلغين واذا سوينا اون من الميزة تدليت فروم ايفون معناته كل ما يسوي سينك راح يمسح من من الايفون ودستينيشن هو طبعا الكامرا رول طيب خلو نشوف الاول شيء هالترانسفر كونتاكت ترانسفر كونتاكت لما باككب ريستور نسخة احتياطيخ نقول هذه اسما موجودة اسما موجودة في الجهاز نقول اول ونقول باككب 2048 اسم اركايفر طيب خلو بالحالة هذه معناته انا سويت الاسما باككب كلها شو نسوي راح نسوي دليت الاسما هذي كلها نسوي عملية مس الاسما كلها دليت اول اوكي دليت سكسيدد طيب الان معناته انا ما عندي شيء ما فيه لا توجد الجهات اتصال طيب شنسوي نسوي عملية ريستور يعني نسوي استرجاع للاسما عندش مرة ثاني على سان ديسك بل لكن هالمرة نسوي عملية ريستور ريستور هذا الملف اللي سونا باكب قبل شوي ريستور نقول اوكي نعم ريستور ان كونتاكت تمت العملية الان واشوف الاسما مرة ثانية يا سلام هذه اسما كلها موجودة فيعني عملية حيل حيل سيمبل بسيط جدا ازين اه نشوف النقل الصور او الفيديوز او الميوزيك اي ان كان اه خلنا نقول بلس عملية نقل بلس عندي حاليا اه فقط اه ثلاث صور عندي فا اقول اول كل الصور ستاة سيكتشن يقول لي وين تبي تنقل الصور هذي اقول لي بس اولي فولدر جديد فولدر جديد اسما مثلا ايفون مثلا ايفون 6 اوكي سونا فولدر جديد اسما ايفون 6 مثلا انت شافين اقول لي اكوبي هنا نقل اوكي اوكي تمت العملية أكوبي اوكي اوكي الان راح حشوف الملف اللي انا سميته طبعا اللي هو اسمه ايفون 6 الايفون 6 عندي صور بلسويت عملية اكوبي هاي صورة الاولى وهذه هاي صورة الثانية هاي صورة الثالثة يا سلام فهذه يعني اقارت مجرد بشكل سريع يعني ريفيو بشكل سريع للمنتج ساندس ايكسباند فلاش مثل ما قلتكم بداية ان زين فيه انه ممكن احط سيكوريتي للجهاز مثل ما انا الحين نقلت اشياء كلها الى الايكسباند فممكن اسحب هذه الاسماء ولهذه الصور على الكمبيوتر او على اي جهاز ثاني وحط لي سيكوريتي حط لي باسورد فهذا شي طيب انساندس كمانتين برافو يعني هذا شي طيب انساندس انا ممكن احطانا سيكوريتي بحيث ان اذا اقدر لها ضاعت لايكسباند فلاش فمعناتها كل شي سكور فاتمنى اعجبكم هذا الفيديو فاذا اعجبكم هذا الفيديو لا تنسون تسومون ثمز اب لايك ونفس الوقت سبسكرايب عشان توصلكم فيديوهات اول بول فاتخلكم معي على تكنولوجي توك كويت محمد بلوشي سامحونا على اطالة مع السلامة